كيف كونت فكرة أوباما؟ هل أوباما بالفعل كان مسانداً ومنحازاً لتمكين الإخوان من مصر والشرق الأوسط؟ آه 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 وأنا قلت لك حتى لما الأستاذ زيكا لله يرحمه قالي الكلام ده أنا أيامهم يعني أخدته على يعني بتعداته وبلغتت مشير فسابتش قال لي آه هو كلامه صح ولكن لما أنا روحت أمريكا بقى الموضوع بان تمام؟ وانا طيب احنا بقى نقش على آخر أربع حاجات اللي هي برضو عشان الناس في مصر نحن عاوزين نفكرهم بالتاريخ لأنه إحنا سعاد بننسى عايز ترجع شوية لحد مايو يعني لحد يناير ألفين وخمسطايا ألفين وحداشر ألفين وحداشر ونشوف حصل إيه لو سمحتوا نقش على اللوحة اللي بتقول في شهر مايو اللهم آخر يعني أربع في مايو ألفين وحداشر يعني بعد خمسة وعشرين يناير باربعة وشهر حصل مؤتمر في أمريكا عن الدروس المستفادة من الحريات اللي حصلت في الشرق الأوسط أدار الحوار مين؟ كنت دي زرائيس اللي هي صاحبة المشروع الطاوضة خلال واللي هي كانت الدراع اليمين بتاعت أوباما في هذا التوهيد حضر مين في هذا الكلام؟ جورجي بوشي الإبن على فكرة المصير النهار دا ما هيشوفوا الكلام صوته صورة هيفجئوا بماذا حدث فينا في خمسة وعشرين وإحنا بنتكلم النهاردة عشان الناس تفوق وتبقى عارفة إيه اللي حصل قبل كده احنا بدينا الطريق عشان نتعلم ففيه ولد اسمه عادل ناشط رفع يده وقال لها انتو خزلتونا في خمسة وعشرين الناير كأمريكان موقفوش معنا يعني كل الناس دول اللي راحوا سربيا واتدربوا وجمع قاعدوا في مصر خدوا خمسين في المية من المساعدات اللي أمريكا بتقدمها وخدوها الناس دي وعشان برضو ندي كل حالة حقه اللي اكتشف هذه العملية هي أرجل ست في مصر الفاضلة ودخلت أيامها وإحنا في المجلس عسكري وقالت لسات المشير تنطاوي وشالت الملفة ده على اكتفها لو وضع الأمريكان اعتبروها عدو عدو لدرجة أنا عايزة أقول إن كان جوزها الشام الزميتي سافرنا في اليابان قعدت سنة مش قادرة تسافر له هناك لإن إحنا كنا خيفين عليه تمام الرئيس مبارك ما قدروش يعزموه ست سنين في أمريكا الرئيس الأمريكي ما قدرش لقول تعالى ما كانوش علوه علاقة باستراعه الفلسطيني كان صنعا الصور كان صنعا الصور إحنا بنصنعا الصور إذا شفت بقى مين اللي عمل 25 يناير عشان بس مصر تسمع الكلام ده النهاردة ويبقوا عارفين إحنا تعامل فينا إيه في 25 يناير ومن الذي كان يخطط ل25 يناير عشان يقل في مصر هي بتحكي لها إن إحنا شالوا مصر من التفاقية التعاون التجاري إيه التفاقية دي؟ أيام ما السادات وقع اتفاقية كامبي ديفيد وأمريكا قدت إسرائيل 3 مليار دولار في السنة معونة أمريكية عسكرية وقدت مصر مليار وتاتة من عشرة بليل على عشاء السادات كان زعلان مع كارتر قالوا ليه كده؟ قالوا طب أنا هتديكم هدية أخرى أنا هتدخلكوا في التعاون تجاري إن جميع البضايع المصرية تدخل أمريكا بدون جمالك فمن يومها بقى دخلنا كل البضايع من دول جمالك فكانت رخيصا لما جال أخو أوباما زي ما قالت كده دلوقتي راح تشايلنا من التفاق خرجنا إذن بالتالي ده كان ضغط اقتصادي علينا هو رقم واحد 50% من المساعدات راح تلمين؟ لجماعات غير مسجلة في الحكومة المصرية رقم اتنين إنه متعمدوا عدم دعوة الرئيس المبارك من 2004 لأنه كانوا بيصنع الثورة رقم ثلاثة شالونا من اتفاقية التجارة الخارجية دي كانت أحد وسائل الضغط الاقتصادي على مصر زي ما بيعملوا معرفة